فكرة الكم خاصة في الدين واحدة من أهم الأسباب أنا بكلمكم على التحليلات والدراسات اللي احنا عملناها بتخلي معرفة الأولاد عن الله معرفة مشوهة زي لما نغرس في أولاد ده إنهم بيعبدوا ربنا عشان الحسنات بس وما حد وأنا وأنا بقوله هو بربيهم عشان الحسنات بس وكاننا بنتعامل مع تاجر وعشان كده تجد التدين الكم يدايق جدا 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 إنما أبو عسل وقتم من مكارم الأخلاق لا أمش عايزيني الحديث صحيح طبع تعمل في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مع الرحمة دي مكارم الأخلاق موالدين أنت بتصلي عشان مكارم الأخلاق إن الصلاة تنع عن الفحشاء والمنكر والذكر الله أكبر لكن لما رب الولد على إنه بيعبد ربنا عشان الحسنات بس هم بلايش حياته بتتملي بلاقوا حياته فارغة هو بيحس بنفس الإحساس طبعا إحنا لما بنزيد عندنا الأرقام بنحصل إيه بعد ما بتوصل أرقام رقم معين ما بنحسسي لا بسعادة ولا بلزة العلاقة اللي بينه وبين ربنا مش علاقة خدوهات أصلي الصلاة الخمسة تديني خمسين حسنة أدعيلك تحقق لي اللي أنا عاوزه كأننا متعامل مع صراف وحشاء تعالى الله عن ذلك علوة كبيرة فيحس إنه هو ما مش بيتعامل مع إله يحس إنه هو مركز العلاقة مش ربنا سبحانه وتعالى شوفوا حضرة النبي علمنا معنا الصلاة إزاي الصلاة صلة بين العبد وربي فيدخل الوحيد في الصلاة فيدوب فيرجع يخرج من الصلاة كأنه مخلوق جديد وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدس فيما رواعى الرب العزة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حميداني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين يا الله قال الله عز وجل مجدني عبدي عايزين رب أولادنا على كده مش لازم تروح تصلي عشان ما يحصل لكش وما يحصل لكش وما يحصل لكش وعشان تاخد لا يدوب في الصلاة ومحدش يقول لي إن ده ما يحسش به الولد ده الولد ده هو ده اللي بيحس به الولد بيحس إنه هو عايز حضن لما تيجي تبص بالطريقة الكمية هو الحضن ده يعمله إيه بس هو ده منيته في حياته فلما يروح للصلاة بإن هي صلة هتملح حياته كلها خلقنا سبحانه وتعالى محبة وجعل العبادة صلة عشان هو بيحبنا وإحنا مش مستحقين لأي شيء إحنا عبيد يفعل بنا ما يريد الحاجة الخامسة عدم الرد الصحيح على الأسئلة الوجودية عدم الجواب على الأسئلة الوجودية وساعة رفض الأسئلة نفسها عدم الإجابة على الأسئلة بيزود من السيولة الدينية واللي خلت عندنا شكل من أشكال التمرض العقائدي وأوقات كتيرة رد الأهل على الأسئلة الوجودية سواء بالاستهجان أو بالتخويف بيخلي أولادنا حسين بأنهم ما لهمش حق يسألوا وأنهم مهددين فينفروا أكتر من الدين وعدم الجواب الصحيح على أسئلة للأولاد زي ربنا فين؟ ليه ربنا خلق المرض؟ ليه خلق الموت؟ خطر خاصة لو اعتبروا جوجل شيخ وأسك شيخ وبدأوا يسألوا الزكار يصطناعي فيجاوبهم وبحثوا وما لقوش إجابات مقنعة سليمة أو لقوا في طريقهم كتب أو ناس ملحدين بيتكلموا بطريقة شبه منطقية وهي مش منطقية ولا حاجة لكن دخلت دماغهم وعارفوا يكلموهم السبب السادس المعرفة الخاطئة عن الله لو جي حد من الأولاد وسألك ربنا فين؟ هتقول له إيه؟ ربنا في السماء؟ ودي واحدة من أهم الأخطاء الفادحة اللي بتحسس الأولاد إنهم مش بيعبدوا إله متصف بالكمال قصدوا بالسماء عن السماء اللي فوق دي السماء اللي فوق يعني إيه السماء اللي فوق؟ المساحة اللي فوقينا دي فلما تقول له ربنا في السماء اللي هي الجرم اللي فوقينا ده اللي هو مخلوق من مخلوقات الله يبقى ربنا في السماء ربنا في السماء يعني ربنا عالي القدر الله أكبر هو ده معنى ها أمينتم من في السماء لكن لم حد يجي يفهمه أنه في السماء دي يقول له الولد على طول عنده أسئلة كتير طب إذا كان في السماء دي طب قبل ما كان في السماء دي هو كان فين طب هو لو في السماء يبقى مين الأكبر وده يبقى لنا أهمية أنه نحن نتعلم علم العقيدة بطريقة صحيحة وعشان كده التدين الكم بيكره خالص منهج الأزر الشريف عشان يجاوب على الأسئلة صح ونعلم لأولادنا أنه هو لما تم تجميد دراسة العقيدة وكرس أهل التدين الكم فينا أن دراسة العقيدة دي للإيمان والكفر بس مش أن إحنا نعرف الله لأن نبدأ معاملة ونبدأ علاقة واسعة مع ربنا بعيدنا عن المعرفة السليمة اللي بتضبط علاقتنا بربنا ومعرفتنا بربنا علم العقيدة مش جاي للإيمان والكفر لأننا أحكم علي أننا مؤمن وده كافر لكن جاي للحياة جاي للتعرف على الله وهو اسمه علم العقيدة عشان القلب يبينعقد فيكون ثابت في كل تصرفاته في الحياة فعلم العقيدة جاي عشان الأخلاء ترجمة نانسي قنقر